وخرجت التعديلات النهائية لقانون الإجارات بعد 15 جلسة للجنة الإدارة والعدل أبرزها قضى بتخفيض القيمة التأجرية من 5 إلى 4% وتوسيع مروحة الصندوق لتشمل من لا يتخطى دخلهم خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وضم المستأجرين في المباني الضخمة إلى لائحة المستفيدين من الصندوق اليوم لجنة الإدارة والعدل لم تأخذ بأي من المطالب التي تقدمت بها نقابة المالكين فخرجت التعديلات داخل اللجنة لمصلحة المستأجرين بالكامل وأتت هذه التعديلات لتمدد إقامة المستأجرين على حساب المالكين مرة جديدة لفترة 12 عام تعجيل بالإكرار لأنون الإيجار تملكي لأنه هو الحل الوحيد نحن بدنا حق السكن نحن لا جئين نصادر بيوت المالك ولا جئين نحتل له بيته الله يهني ببيته بس نحن بدنا ضماني لما بعد 12 سنة أو ما بعد 9 سنين وين بدو يروح المستأجر لا يبدو عقد جلسة تشريعية أمرا واردا في الفترة المقبلة في ظل الخلافات المستمرة حول مفهوم تشريع الضرورة واعتراض قتل نيابية كبرى على هذه الخطوة قبل انتخاب رئيس للجمهورية